أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الكلمة التي ألقاها في ختام أعمال الملتقى العالمي لمراكز الفكر الذي يقام في مملكة البحرين تحت عنوان المراكز الفكرية والمتغيرات العالمية في عصر الأزمات أكد على أهمية توحيد كافة الجهود المبذولة والعمل على تعزيز روح العمل الجماعي المشترك الذي يعد أساس النجاح في تجاوز مختلف التحديات ومنها التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية التي سببتها جائحة كورونا وشدد معاليه على أن فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قام بتصميم منهجية للتصدي للجائحة وإطلاق الحملة الوطنية للتطعيم مشيرا إلى تبوء البحرين المرتبة الأولى عالميا في التعافي من الفيروس بحسب مؤشر نيكاي الياباني هذا ووجه المشاركون في الملتقى الشكر والتقدير إلى مملكة البحرين ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات على مبادرته باستضافة هذا الملتقى والعمل كجسر فكري للتواصل بين مراكز الفكر في العالم وأكد المشاركون أن دور مراكز الفكر خلال فترة الجائحة يظل محوريا حتى بعد مرحلة الجائحة للتعامل مع التحولات السريعة التي أوجدتها مشيدين بمبادرة تأسيس الشبكة العالمية للمرأة في مراكز الفكر التي أعلنت عنها في مملكة البحرين الأمر الذي يعكس تميز مملكة البحرين في مجال النهوض بالمرأة وقضاياها المختلفة ترجمة نانسي قنقر